اشتركوا في القناة المستوى ديالو تراجع كثيراً سيكون مطالب بالاشتغال والاجتهاد أكتر إذا ما أراد العودة للمنتخب الوطني المغربي تم استبعاد أملاح وأيضاً اللاعب الشاعر نظراً للإصابة جدي اللاعبين رجعوا الأحضان المنتخب الوطني المغربي حارس الفتح الرباطي بن عبيد وكذلك متوسط ميدان واتفورت الإنجليزي اللاعب لوزا لكي تعتبر من ركائز الأساسية للمنتخب الوطني المغربي لولا الإصابة كان غيكون حاضر مع المنتخب المغربي في المونتخب ستدي اللاعبين تمت المنادات عليهم الأول مرة للمنتخب المغربي وعندما نلقي نظرة على عمار هذه اللاعبين تتراوح من 18 حتى و24 سنة عمر إن دل على شيء يدول على أن والد القراغين تفكر في المستقبل أنا متأكد على أن دل اللاعبين غيشكلوا ركيزة أساسية للمنتخب الوطني المغربي فيما هو قادم من السنوات أكيد مع العمل والاجتهاد والمتابرة والتواضع يعني أسماء ستة اللاعبين عدنا اللاعب شدي رياض اللي عنده 19 سنة مدافع ارتكاز في البارسة عبد الكبير أبقار 24 سنة مدافع ارتكاز كيلعف ألافيس الإسباني أيوب العمراوي 18 سنة ظاهير أيصر دينيس الفرنسي بوشواري 21 سنة متوسط ميدان سنتيتيا ياسين كشتا 21 سنة وسط ميدان لهافر الفرنسي وابراهيم صلاح عنده 21 سنة جانح أيصر ديال الرين الفرنسي نبدأ هناك ضرب تفصيل على اللائحة ديال المنتخب الوطني المغربي نبدأ بحراسة المرمى عدنا ربع ديال الحراس بونو والمحمدي كيشكلوراكيزة أساسية في المنتخب الوطني المغربي بنعبيد حارس الفتح الرباطي أرجع لأحضان المنتخب الوطني المغربي وتمت المنادات أيضا على حارس الويداد التاقناوتي عندي ملاحظة فيما يخص حراسة المرمى يعني تنشوف على أن التاقناوتي المستوى دياله من بعد المونديال تراجع كثيرا يعني هو المستوى دياله غير ثابت في بعض المرات يقدم لك لقاءات كبيرة وفي العديد من اللقاءات يكون خارج تغطية برام على أنه في المونديال لمدة شهر يعني كما كنقوله حتك ببونو والمحمدي ولكن محسيناش على أن المستوى دياله تطور ومحسيناش على أنه عالج الأخطاء دياله خصوصا فيما يخص تصدي لضربات الجزاء كنت كنفضل على أنه تتم المنادات على حارس شاب عنده 17 ولا 18 لسنة لأعطيكم مثال الحارس ديال الشبان ديال المنتخب الوطني المغربي اللي تكون في بلجيكا إلياس ماغو يعني هذا الحارس عنده إمكانيات كبيرة ودائما الحارس الثالث ولا الرابع سن دياله كيكون 17-18 لسنة باش كيحتك بالحراس الأساسيين وكيقدم إضافة كبيرة الزنيتي حتويس طحق يكون مع المنتخب الوطني المغربي وتنظر على أن عامل السن كان عنده واحدة دور في عدم المنادات على الزنيتي يعني الزنيتي أفضل حارس في البطولات المغربية وأفضل حارس في البطولات المحلية الإفراقية دفاع يعني ما تنظرش على أنه كانوا مفاجآت أكرت سايس المزراوي حاكيمي لياميق داري عطية الله يعني هذو كي تعتبره ركيزة أساسية في المنتخب المغربي تزاد عليهم شاديريات يعني المدافع ديال البارسة أيوب العمراوي ديالنيس الفرنسي وأيضا عبد الكبير عبقار اللي عنده 24 سنة ديالالافيس الإسباني وسط الميدان سوفيان المرابط وعودة لوزا ستقدم إضافة كبيرة للمنتخب الوطني المغربي يعني صراحة حسينة بالغياب ديال لوزا في المونديال لو أن لوزا كان مع المنتخب الوطني المغربي في المونديال كان غيقدم إضافة كبيرة وكان غيعطي أيضا خيارات كأكتر للمدري برقراكي وناحي لصراحة الانتقال دياله ديال الأولمبيك مارسي كان كيرعف أونجير سمي كيقدم مستويات كبيرة عنده لقاءة فرجله ولكن نيم شال مارسي دائما حبيث ذكب الاحتياط نتمنى على النادمس أنا ما تأثرش عليه والصابير أيضا تمت المنادات عليه ونزيد عليه أيضا اللاعب بلال الخنوس جوجي اللاعبين جداد في وسط الميدان اللاعب ياسين كشطاء وكذلك اللاعب بوشواري في الهجوم يعني في الهجوم عندنا تسعود ديال اللاعبين حاكم زياش يعني حاكم زياش صراحة يعني كنا كنا نعرف القصة ديال الانتقال دياله للبي اي جي اللي تعترات في آخر يعني اللحظات يعني كنا كنا نعرف هذا المشكل اللي كان وقع كنت كانت مني على أنه يعني دابة مع تشيلسي تيلعب بعض اللقاءات ولكن مش يبدأ كالطريقة كما كنا نقوله اللي تخليه يكون جاهز مية في المية ذهنيا وبدنيا وكنا كنا نعرفه على أنه زياش برامة لأنه ما تيلعبش في العديد من اللقاءات مع تشيلسي كيقدم إضافة كبيرة للمنتخب الوطني المغربي وش فناد المسألة في كأس العالم الزلزولي اللي المستوى دياله تطور بزاف مع أساسونة يعني أفضل شيء داله الزلزولي مشاع إعارة من البارسا الأساسونة ولا رسمي ولا حاسم في العديد من اللقاءات سجيل أهداف وأصبح ركيزة أساسية في تشكيلة ديالأساسونة من المرتقب على أنه واد الموسم يعني في الصيف يتسالي الإعارة دياله ويرجع للبارسا وهناك العديد من الأخبار ستقول على أنه قزافي عول بزاف على الزلزولي ويمكن يكون من الخيارات يعني بوخلال كيتألق في الدوري الفرنسي رفقته تولوز كيقدم مستويات كبيرة أيضا السجيل دياله التهديفي يتحسن تدريجيا والنصيري يعني النصيري هو مفاجأة مفاجأة المغرب من بعد المونديال أفضل لاعب في إيشبيليا يعني من بعد المونديال يعني هداف الفريق حاضر بالكارزما بالشخصية نصيري اللي تعرض انتقادات كبيرة قبل المونديال صراحة يحسب لي وليد القراغي على أنه أعطاه الثيقة والثيقة كانت في محلها اللاعب استغل الفرصة مع المنتخب المغربي في المونديال وأيضا شفناه من بعد المونديال من يرجع الإيشبيليا قدم مستويات كبيرة وأصبح حاسم بكل ما تحمل الكلمة من معنى الزروري أيضا اللي كان مع المنتخب الوطني المغربي في المونديال الجانح ديال بورلي أكيد غايكون عنده دور أكبر فيما هو قادم من اللقاءات شديرة هداف الفريق دياله في القسم الوطني التاني في باريتندن هو هداف القسم الوطني التاني ولا هو صاحب المركز التاني يعني بالرغم على أنه ما قدمش أداء كبير مع المغربي في المونديال ولكن يعني قدم أيضا مستويات كبيرة ورفقة الاتحاد جداء السعودي اللعب بوفال اللي صراحة صدمن وانتقل الدوري القطري ومنذ انتقاله يعني ما قدمش إضافة كبيرة تعرض لإصابة استدعاءه يعني بوفال تبقى راكيزة أساسية في المنتخب الوطني المغربي ولكن ما تنضنش على أنه جاهز دهنيا وبدنيا خصوصا على أنه تعرض لإصابة الوحدة لمدة طويلة تنشوف على أنه كانوا خيارات أفضل يعني والد الرقراغي تحدث وقال على أن رحيمي غتكون عنده فرصة فيما هو قادم من اللقاءات نمشى الإمارات وهضر معاه وقال له زيد كم الخدمة وإن شاء الله غيكون عندك دور مع المنتخب الوطني المغربي وباش نكون صريح رحيمي صراحة تقدم مستويات خرافية ورفقة العين الإمارات يعني الوجه الجديد في الوجوم واللعب إبراهيم صلاح تكوين بلجيكي منطقة الحديثة لنين الفرنسي وكان أيضا مراقب من طرف الاتحاد البلجيكي ولكن لعب إبراهيم صلاح اختار على أنه يمثل المنتخب الوطني المغربي كان هذا كل ما يخص الحلقة دي اليوم كيفما قلت لائحة تبدو منطقية لنسبة قارب 95% تجمع بين الخبرة والشباب خليوا لي الأراءة ديكم في التعليقات فيما يخص هذه اللائحة واش بنتكم منطقية وانتنقشوا كما هو العادة بشكل ودي إذا عجبتكم الحلقة دعمونا بلايك واشتركوا في قناة جزيز دائم ينسيكم جيد أول بأول كان معكم وردان قناة ورافين السلام عليكم